ليست كرة فلج باردة بدأت تتدحرج وتكبر هي كتلة من اللهب أشعل شرارتها الفساد وغذتها المعاناة وطول الصبر والانتظار حتى اتسعت وطالت ألسنة نيرانها أروقة الحكومة ساكت النظر ساكت النظر ساكت النظر ساكت النظر أمن التنظر جنوب العراق بحر من الغضب تضطرب أمواجه بالمظاهرات الشعبية التي قالت لمنظومة الفساد كفى البصر وميسان وواسط وبابل والقادسية والنجف وكربلاء وحتى بغداد ليال متواصلة من الاحتجاجات المفتوحة زمنيا على ما يبدو حتى تحقيق أهدافها وعلى منوال الثورات الشعبية عندما تصل الهتافات إلى أذن صماء تتجسد اعتصامات مفتوحة تملأ الشوارع ليراها المعنيون بها وتقول لهم إننا هاهنا معتصمون حتى تحقيق مطالبنا وبنفس طريقة الأنظمة القمعية يتدخل الرصاص لإسكاة الأصوات الغاضبة فتسقط أول قطرة دم من متظاهر لتعلن ميقاتا جديدا لانتفاضة تغلق وراءها باب الرجوع إلى الخلف ولعل ذلك ما حصل عندما قتلت القوات الحكومية متظاهرا في البصرة وآخرين في النجف ولتبرير القتل ومجابهة مطالب المتظاهرين بالإنكار تعاد الكلمات المكرورة التي ينعت بها المتظاهرون في كل الثورات مندسون ومخربون ومفسدون وأقسى من ذلك نعتتهم بعض الأطراف بالدواعش والبعثيين ولا يقتصر الأمر على هذا الحد تستنفر قوات الحكومية ووراءها الأحزاب التي أيقنت أن ما يحصر في الشارع حقيقة لا خيالا عندما رأت جمع الغاضبين تقتحم مقراتها وتعري سياسيها جميعا لتقطع الطريق بذلك على كل من يحاول منهم استغلال المظاهرات وتجييرها لصالح تيار ضد تيار ولينفرد العراق بمشهد مميز أكثر في مسلسل المظاهرات وقمع السلطة لها يدخل على خط القمع طرف آخر أسقط عن اسمه لفظة الشعبي التي ادعاها بأول رصاصة وجهها للشعب فقتلت متظاهرا في ميسان بتوقيع ميليشيا بدر ولطالما استخدمت تلك الميليشيات أبناء تلك المناطق وقودا لحروبها ووصلت على جماجمهم إلى السلطة اشتعلت المظاهرات جنوب العراق وأسبابها معهودة لدى السلطة الحاكمة لكن أسباب إخمادها لم تجربها وإن كانت على معرفة بها ترجمة نانسي قنقر